اشتركوا في القناة من 2000 سنة لليوم عم بقدم هالشهادة الملفتة والمميزة على أرضه خارج أرضه ولكل هالشرق ولكل لبنان ولكل العالم ويمكن هيدا اللي مخلي هالبلد يبقى بزمن الحديث عن زوال لبنان. مش هيك؟ صح صح. أول شي نهارك مبارك بهالأحد المبارك كمان لكل اللبنانيين. طول عبرنا نقول نحن لبنان أرض أداسة. مش بس لأن في قديس واثنان وثلاثة. لأن بالضيعة اللبنانية. ولبنان هو تاريخ ريفة. بالضيعة اللبنانية المتنوعة والمتعددة كانت منبت للقديسين. في منهم تم إعلانهم قديسين. في منهم لا. مع الوقت كانت حياتهم حيات أداسة. مش ضرورة تكون الكنيسة إعلانتهم قديسين. ومن ضمن الأشخاص يلي اليوم عم بيكملوا هالتاريخ المؤدس للبنان. هن ليونار ملكي وطومة صالح. راهبين لبنانيين من بعبدات المتنية. ومش غريبة عن بعبدات تعطينا طبويين. مش غريبة عن هالبلدة المتنية المؤمنة اللي بتشتهر بالعلم والإيمان. لأن عادة بالمجتمع إن كان لبناني أو الغربي الإيمان بيبعدو عن العلم. الشخص المتعلم أو المثقف. نوعا ما بصير يقولوا لأنه تعلم كتير منه مؤمن بيفصوله عن بعض. هن بالعكس بيكملوا بعض. وأكبر دليل أنه نسبة بعبدتيين مرتفعة جدا. في نسبة مرتفعة جدا من المتعلمين. وأعطوا لبنان أملكي عن شهادات عالية. شهادات عالية جدا. نعم. أعطت لبنان الشعراء والأدباء والفلاسفة. بالإضافة. والمؤرخين طبعا. بالإضافة إلى عدد كتير كبير من رجال الدين لأصلهم من بعبدات. إن كانوا كهنة أو كانوا بالرهبانيات اللبنانية والأجنبية منهم الكبوشية. وبعبدات مش بالصدفة كمان. هي منطقة تتوسط أول شيء لبنان. وتتوسط المتن. وهي صلة تواصل بين لكمل الأربعة ضيعة. بين بيت مري برمانة. ومن ثاني مال بحرصاف وبكفية. هذه المنطقة التي تشبهها مثلا بفاتيكان الشرق. كيف لدينا حريصة. لدينا المنطقة المتنية التي تمتد فيها على التلال والأودية والأديرة والكنيس. مثل مريوحنة الأنطوني ببات مري. مرشعية الأنطوني كمان ببرمانة. لدينا مرموسة الدوار. في ضيعة اسمها مرموسة. مثل ما لدينا ضيعة اسمها مرشعية المزكة كمان. نسبة لدير مرشعية. وصولا إلى دير بحنس وبحنس. ودير السيدة بكفية للرهبان اليسوعية. هذه المنطقة التي تمتد على خط واحد. خلت كل الأهالي مؤمنين ومثقفين. لأنه لا يمكننا أن نتحدث عن الرهبانيات والانتشار الأديرة والكنيس. إلا أن نتحدث عن التعليم والثقافة والإيمان. بدون ما نفوت بلعبة الأسامي كثير. لأنه بعبدات فيها أكتر من 200 اسم لمعوا على الصعيد الكنسة والوطنة. يعني أخذوا أدوار وطنيين. كانوا نواب أو وزراء أو رؤساء. رؤساء مجلس نواب بعهد الانتداب. كانوا من بعبدات. مفكرين أشخاص عالميين بأمريكا الجنوبية. كانوا من بعبدات. قلوا ندور بالحياة السياسية والحياة الرياضية والموسيقية. بس هم بدأ أذكر. الأسبوع الماضي ودعنا مؤرخ كبير جدا من بعبدات. اسمه الدكتور جوزيف لباكي. أعطى لبعبدات. وللمتن وللبنان. قيمة علمية ولجامعة لبنانية. أصل من بعبدات. وكمان تحية لأخيه. المونسينيور منصور لباكي. يلي نحن بالكنيسة. ربينا على ترتيله. وعلى ألحانه. وعلى كلماته. اللهم مننا بها العائلة أكبر تقدير. وتحية. تحية لألون وتعازينا أكيد. مثل ما قلت صعبة. الواحد يحصر. ما أعطت هذه البلدات. وإذا بدك رسمتها بأجمل رسم. وأعطت الإطار. يلي الناس نميت فيه بها البلدات. شو يلي جذبها. شو يلي شكلها إذا بدك. هالإطار اليومي. لأنه إن كان بالدراسة أو بالالتزام بالكنيسة. بيصير الإنسان ابن بيقته. مضبوط. يعني بعبدات والضيعة المتنية. وحتى كل الضيعة اللبنانية. كان عن جد كنيسة ومدرسة لكل الناس. ومن 1736. الكنيسة المارونية ألزمت التعليم لكل الناس. لكن من قامتا. ولو بدأنا نعمل مقارنة. ياريت نخذ مننا عبر. الضيعة اللبنانية. كل ضيعة اللبنانية. من 200 سنة ولا وراء. من 200 و300 سنة. بكل ضيعة في مدرسة أو مدرستان. بعبدات كان فيه ثلاث مدارس بالقرن التاسع عشر أو أربع مدارس. ويسموها مدرسة تحت السنديانة. وقت يكون الطقس حلو. بيتعلموا الولاد تحت السنديانة. وقت يكون الطقس عاطل أو عاصف يتعلموا بقلب الكنيسة أو بصالون الكنيسة أو بيئة الخورة. وفي دول عربية. ما وصلت لألال مدارس إلا بالقرن العشرين. لكن إحنا وين كنا. كنا سباقين في العلم. الجامعات وصلت للبنان. ما كان بالشرق في مدارس. كمان عن طريق الرهبانيات والإرساليات. أكيد مثلا نذكر الأيو بي بالألف وثمانمائة وستة وستين. والأيو اس جي بالألف وثمانمائة 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 وسبعين. ونزلوا أهل بعبدات والمتن وأهل المناطق المجاورة. نزلوا يتعلموا ويكملوا دراساتهم المدرسية ببيروت. وطلعوا بأكبر وأعلى الشهادات. ونشروا العلم. لذلك لبنان كان يسمى. إن شاء الله يبقى مدرسة وجامعة الشرق. كانت كل الدول العربية والمشرقية يتعلموا ويتطببوا في لبنان. وبالتاريخ القديم لا يمكننا أن ننسى مدرسة الحقوق في بيروت. التي كانت تعطي هذه الأمبراطورية أشهر الحقوقيين. التي سنوا القوانين إلى جانب الأباطرة. وبقيت لليوم. تاريخ لبنان صعب أن نختصره. ولكن فيه مراحل مضيئة عكس ما نعيش اليوم. وعبرة عبرة. يالي تأخذوا مننا. ولو جزء صغير. تنقدر لبنى المستقبل. اللي عنده تاريخ يقدر يبنى على أساس المستقبل. نحن بالعكس. ما قدروا السياسيين واللي استلموا بمعظمهم. ما نقول كلهم. ما قدروا أخذوا عبرة من هالتاريخ المشرق اللي عندنا في لبنان. بالضيع اللبنانية والمدن اللبنانية. تيبنوا على أساسه. بالعكس ما فكروا إلا بمصالحهم الخاصة. بكل أسف. على العموم نحن مثل ما قلنا كلنا رجاء أنه نغلب هالعتمة. شفنا الإطار يلي ربيوا فيه الأبوين ليونار عويس ملكي. وطومة صالح لقلب بعبدات ومحيطة. إذا بنا نضوع ليون بشكل خاص. يعني كيف دخلوا إلى الرهبنة. وين كانت خدمتهم. كيف نتعلوا. لأنهن يستشهدوا خارج لبنان. صح. مثل ما قلت قبل كانت جو إيماني كتير كبير ببلدة بعبدات. على الرغم من أنه بين التسعين والتسعين والتسعين. يعني تقريبا من مئة وثلاثين سنة. صار فيه بقلب بعبدات انقصام بين العيال البعبداتية. صار انقصام على أمور مدنية وليس أمور كنسية. مثل نبع العرعار. من يستفيد منه تقسيم الأراضي. الضرائب المدافن. اضطرت مجموعة من أهالي بعبدات. يروحوا للكنيسة اللاتينية. أول شي راحوا لعند البروتستان. رجعوا بعدين ونضموا للكنيسة اللاتينية. يعني صار في عنا ببعبدات موارنة ولاتين. ولخدمة اللاتين. اجت الرهبن الكبوشية. فتحت أو أسست دير لخدمة الأهالي بعبدات اللاتين. صار عنا مثلا كنيسة مارجريس. كنيسة السيدة. ودير مار أنطونيوس البدواني. ببعبدات. هذا الصراع أو التنافس الديني. كان إيجابة لأهالي بعبدات. لأنه صارت الناس تتعرف وتكتشف الرهبن الكبوشية. وحياة مار فرانسيس الأسيزي. وتنضم له الرهبن. منهم ليونار ملكي. وطومة صالح. لنبدأ بلليونار ملكي. يلي خلق ببعبدات. بعائلة لاتينية. راح يعيش ويتعرف على الرهبن كيف يعيشوا حياة مار فرانسيس. وتأثر فيهم. وكان أهالي بعبدات مؤثرين بالرهبنة. حياة الرهبنية. من وراء مار موسى الدوار. مار شعية برمانة. عنده دعوة. أكيد هي اللي ينضم للرهبنة والكهنوت. بيكون ربنا أعطيه دعوة أكيد. هلأ حاب يدخلها الرهبنة. هو موليد 1881. 1897. كان عمره 16 سنة. راح مع أول قافلة. ليفوت بالإكليريكية الصغرة. بسان ستيفانو. يعمل راهب بتركيا. حد الكسطنطينية. تفوق وأبدع. وتعلم الليهوت والفلسفة. ونرجع أن تقل لبوجة على الإكليريكية الكبرى. حد إزمير. وهناك كمان درس الموسيقى. درس اللغات. درس اللغة الفرنسية. كمان تفوقها. وأظهر عن إبداع. وإيمان كتير كبير. حتى رتصم كاهن سنة 1904. سنة 1906. إجا على بعبدات. وعمل أول إدسلة قاله ببعبدات. وكمان ساعد الرهبنة الكبوشية. وتقرب من أهالي بعبدات. كان هنا صار كبير شوية زغيرة. تشبه حياته هون لحد هالدرجة. هون لحد هالنقطة. حياته مصالح. كمان كان أكبر منه بسنتين. هم موليدة 1879. كمان بكافلة أو برحلة 1897. يعني مع ليونار ميركي. رأى على الإكليكية الصغرى. كمان انتقل على الإكليكية الكبلة. كمان سنة 1904. عامل كاهن. وإجا معه سنة 1906. على الرهبنة الكبوشية. يقدس إدسة الأول ببعبدات. ويرجع يخدم بلدة عبدات. نعم. دكتور مراد. خلينا نحكي شوي. عن روحانية هذه الرهبنة. نعم. المتأثرة كتير. بمار فرانسيس. رهبنة البساطة. اللقاء مع الطبيعة. الفقر. مش هيك. صح. التطحية. رهبنة الرسالة. كمان خلينا نقول. هالرهبنة أكيد. مش هين تفوت عليها. ولا هين تثبت فيها. وتستمر. قبل ما نحكي عن كل العوامل التانية. من اضطهاد وعذابات. واجهوا هالرهبنة. صح. يعني بدون يدخل الرهبنة. وهي أصلا رهبنة الفرانسيسكانية. أو الكبوشية. أو الرهبنة. في كرن السادس عشر. تأسست لإدخال الإصلاح. عن جديد في الكنيسة. يلي شهدت مع مارتن لوسر. تبدل ظهور البروتستان. إجت الكنيسة الكاتوليكية. ترجع تعمل إصلاح. وتعيش هالنمط هيدا. المحبة. الفقر. الخدمة. المساعدة. كلهم هوا عوامل مدنية. اجتماعية. بالإضافة إلى العوامل اللهوتية. بدأت تكون مسيحة محب. بدأت تكون مسيحة خدوم. بدأت تكون مسيحة معطاء. يعني هود الصفات. اللي بتعيشها الرهبنة الكبوشية. أو اليسعية. وفيما بعد الرهبنات كلها تأثرت بهالعطاء هيدا. يعني لدينا نوع من العيشة المتواضعة. لأن تكون نموذج للناس. ما فيك تكون مسيحة متكبر. بدأت تكون تشبه كل الناس. بدأت تكون محب لكل الناس. هيدا إذا بدأت تكون عندك صفات مسيحية مظبوطة. بتجي بعدين أو بتجي بموازاتها الإيمان والصلاة والاعتراف والتناول والأسرار. السبع اللي نحن من قدسها. بيجي موازات بعض. بدأت تقدس تروا على قدس نهر الأحد. بدأت تعيش بحياتك اليومية هذه الصفات. وهذه الصفات اللي جيبوا لنا إياهن الرهبنات الأجنبية. وعشناهن نحن بالشرق من تقريبا من القرن السادس عشر. دخلت الكنيسة اللاتينية والكنيسة الغربية إلى مبادئ الكنيسة الشرقية. وتكونت ما يعرف اليوم بالكنيسة الكاتوليكية بالشرق. وأكيد الكنيسة الأرتوكسية عندها الديسين. وعيش هذا النمط بأديارة وكنيسة ومجتمعها. وهذا يكمل بعض الكنيسة الأخوة التي تكمل بعضها. على كل حال هالنمط من التقشف ابتدى بالشرق. وكمان بشمال أفريقيا. بشمال أفريقيا وبمصر كمان. وبمصر. وهو كمان ألهم الغرب. يعني أسلوب العيش الصعب. يكاد لا يصدق لدى الحبساء والرهبان. هو كمان ألهم العالم. عنا نموزرج بصحراء صيناء والصحراء المصرية. أكبر دليل أن الشرقين هنا لعبوا دور كمان بالتنسك. وعنا ودي أنوبين نحن هون كمان. هو نموزج لعيش المسيح المؤمن الملتزم. والبعيد عن ملازات هذه الدنيا. شفنا أي إطار واسمعنا أي إطار ربيو في الأبوين الكابوشيين. ببعب ذات كيف انتقالوا. كيف حياتهم تتشابه وتلتقي. المرحلة المهمة جدا بحياتهم هي مرحلة مواجهة الاضطهاد. صح. يعني لدينا في لبنان مجموعة من الأديسيين والطبويين. هلأ الشهادة مع ليونار ملكي وتومة صالح تكمل مسيرة الأديسيين والطبويين السابقين. يعني إذا مرشربل ناسك. إذا الحرديني معلم. إذا أبونا يعقوب كمان رسول. اجوا عنا تتكمل هالحياة هي الشهادة. ليونار ملكي راح رسول ومعه شهادة رسولية. راح يبشر ويعلم. مش ضرورة المسلمين ولا اليهود. راح يبشر ويعلم ويسقف ويعمق إيمان المسيحيين السريين والكلدين والكاتوليك والأورتودوكس. بمناطق بلاد ما بين النهرين والتركية والانادول. راح أول شي على أورفا ورجع راح على مردين. بمردين انقصموا ليونار ملكي وتومة صالح. راح نحكي عن ليونار ملكي. أول شي وجهته مشكلة قد ما كان عنده ضغط شغل بمردين. تعب 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 تعب. تعليم رسالة تبشير. ديديس عمل أكثر من 12 ساعة بالنهار. وأحيانا توصل لـ 18 ساعة بالنهار. صار عنده واعكة صحية. طالبوا منه الأطباء يستريح. اجا على بعبدات. استريح ببعبدات. رجع ساعد أخوانه بالرهبن الكبوشية. قعد كم شهر. ورجع راح على مرديني كمل رسالته. بين 1911 و 1914 عمل رسالته على أكمل وجه. بتعب، بتفاني، بمحبة، بخدمة. صار نموذج للراهب المسيحي. نموذج لكل المؤمنين المسيحيين. ولكن بدأت الحرب العالمية الأولى. وكان نصيبه مننا كتير كبير. نصيب المسيحيين. أكيد نعرف شو صار بالأرمن من الاضطهاد. وبعدهم لليوم متهضين للأسف. من الاضطهاد من الأتراك. لأنهم أرمن. ولأنهم مسيحيين. ولأنهم مؤمنين. وطالت الاضطهادات الرهبن الكبوشية بماردين. وكان ليونار ملكي بقلب الدار بماردين. أول هجوم لقلون كان بكانون الأول سنة 1915. وقتها هجموا عليهم. بين آخر الأربطاش وأول الخمسة عشر. هجم عليهم على دار ماردين الجيش التركي. عزبوهم. أهرون. كسروا لهم الدار. فاتوا على الكنيسة. كسروا الكنيسة. بيرليونار. هرب على الكنيسة. خبى الأربان المقدس. لفوا بقلب جاكاته. وأخذوا خباب ببات أرمنة. بات مركيزي. حتى ما يطالوا الخراب. ورجع ووقف مع الرهبان المضطهدين واللي عم يتعذبوا. قدام الكنيسة. بالليلة ذاتها بيرليونار. وقتها رجع يوقف مع الرهبان. ما قبل يترك الدار. قاعدوا ببات المونة للرهبان. بنص الليل بهالليلة. طلعوا من بات المونة. قالوا لهم ممنوع تقعد بالدار. قام بقى قدام الدار. كل الليل اللي عم نحكي بكنون بتركية. بقى حارس الدار. كل الليل. تتشوف قداء ارتباطه بالدار والكنيسة. ولحماية هالدار. تعذبوا تقريبا حوالها شهر. أوقات يروح عند بات الأرمن. يقعد أربع خمسة أيام. يرجع على الدار. تقدروا بعدين سمحولوا يرجع. يقدس بالدار هو والرهبان. والرهبان اللي كان عندهم جزء من الدار. اللي يصلوا فيه. كمان تعذبوا في مرة زركون. كلهم للرهبات بقلب الدار. وسكروا عليهم. صار يتوسطهم. الأب ليونارت حتى يظهرون. حتى يقدروا يتنشأوا. ويقدروا يعيشوا. هالعذاب الأول انتهى بشهر. بحزيران. 1915. كانوا عم بيقدسوا. بقلب الدار. بقلب دار مردين. هجوم حازم وصارم على الرهبان. بفوتوا. بكسرونهم الدار. بوقفونهم القديس. بنزلوا الراهب عن المزبح. وبقوة بيشحطوه لبرة. وبنبشولهم. بأرشيفهم. باتهام. أنه في سلاح بقلب الدار. وأنه نحوم ملأ لها فرنسا. وبالصطفة. بيلاقوا ورقة مكتوب عليها. أخوية مار فرانسيس. شو بيقرواها فرانسيس. فرانسا. أنه الأسامة الأخوية. وعلى رأسهم. الأب ليونار. ملكي من البعضات. بيفكروا. أو عن قصد. يعني مش بس مجرميين جهلين. جهلين. بيتهموهم بالعمالة. لأنه أنتوا عملاء. وعند تبعثوا تقارير لفرانسا. اللي هي ضدهم بالحرب العالمية الأولى. والإنجليز ضد الأتراك. أنتوا عملاء لقلون. مخبيين السلاح. وبدأت مرحلة العذاب للأب ليونار ملكي. بيطلعون برات الدار. وبيحبسون. بربطون. بيضربون. الأب ليونار. بيقبعونه ضفيره. بنتفوله شعر لحيته. بربطون بجنزير. بياخدون على الحبس. بيحطون كلهم بقوضة وحدة. لا يوجد لا هوى ولا شمس. بيقعدون بلا أكل. تخيل بلا أكل. وطول الوقت. لأب ليونار. ومعهن المطران. على فوق الأرمن كاتوليك. أرمن كاتوليك صح. وعنده لقاله تمثال. بدار بسمار الأرمن الكاتوليك. كمان هو طباوي. طباوي بالكنيسة. ورفقهم كمان بطريق الشهادة والأداسة. وكل الوقت هون الشهادة. هون بتخلي الكنيسة الكاتوليكية تعطيهم لقب طباوي. وهن عم يضطهدوا. وعم ينقتلوا. وعم يتعذبوا. وعم يطلبوا منهم ينكروا يسوع المسيح. حتى مرة بالحبس. كانوا بتطار بالحبس. بتفوت عليهم فرقة. لحية معهم صواطير. معهم صيوف. انكروا يسوع المسيح. وتيقسلموا. وكيد مش هيدا هو الديد الإسلامي. عم نحكي عن الأتراك هون. الأتراك يلي كانوا متعصبين. مش بس كرمال الإسلام. عرقيا. يعني هني بيكرهوا المسيحية. ولكن بيكرهوا العرب الإسلام كمان. ما بيحبوا الإسلام الآخرين من عراق أخرى. نحن طبعا عم نحكي. مش عم نجمل أكيد شعب. عم نحكي عن هالقصم من هالشعب. يلي كان مجرم وفضع. وترك مجازر بحق الإنسانية. ما بيستوعبها عقل. وبينفر منها قلب كل إنسان. يعني بسم صودة بالتاريخ الإنسانية. وحتى بسم صودة بالتاريخ الإسلامي. يلي نحن نتلزز قد من حلوة نقرأ التاريخ الإسلامي. هيده نقطة صودة بهذا التاريخ. بيجبروا بالقوة بالقتل وبالتهديد أنه يعطلوا الدين الإسلامي. المطران مالويان والأب ليونار ملكي بيرفضوا وكل الوقت يصرخوا في سبيل يسوع المسيح. بيربطوهم بجنزير. ببرموهم بقلب ماردين. ووقت يوصلوا قدام دير ماردين. بيتعدوا على ليونار ملكي. لأنه هذا ديره. أنه شوفوا ما نعمل فيك. وسئلوا له. طلوب من الفرنسوية خلصوك. مصرين أنه هن فرنسوية. وإذ بيخذوهم على الإعدان. على قلعة ماردين. هنيك بيتلززوا بقتلهم. شوف الإجرام. في منهم بيرجمون بالحجار. في منهم بقطعون رأسهم. بيكبون بالكهوف. وكل الوقت بيقولوا لهم اللي يترك دينته. بيخلص. واللي بيعترف أن يسوع المسيح هو مش إله. من خلصه بيرجع عماردين بسلام. ما كان حدا يقبل. وعلى رأسهم. الأب ليونار ملكي. ياللي كان نصيبه. يكبه من على وادي شاهق العلو. وماته مية. كان قصمون ميات. 417 واحد. قصمون ميات. الأب ليونار ملكي. كان نصيبه أكيد. يكون إلى جانب يسوع المسيح. ولكن الطريقة كانت بيرميه بقلبها الوادي الصحيح. هو ثبت على الإيمان. لآخر. ومن يثبت يخلص. أكيد. إذا نحكي عن الأب توما صالح. نعم. كمان مرحلة عذاب كبيرة عاشا. وتشاركه بكليل الشهادة. وتشبه كثير مثل ما قلنا حياته الفترة الأولى لحد ما نقصمه سنة 1906. الأب ليونار ملكي بمردين. الأب ليونار الأب توما صالح بأورفا. وقت رعاها أورفا اندلعت الحرب العالمية الأولى لقتل من نصيب مردين كان قبل. وصلنا لـ 1917 كانت صارت المذابح الأرمانية والمذابح السريانية والكلدينية. ومات مئات الألاف ومليون ونص أرماني تم تعذيبهم وقتلهم وطردهم من تركيا والعنادور وبلاد ما بين النهرين. بأورفا لقبتوا مصالح سبت على إيمانه. وكان على طول يجمع المؤمنين حوالاه. كمان هجموهن سنة ألف بكنون تاني 1917. هجموهن معدير وكمان كانوا عم بيصلوا وتعدوا عليهم وتعدوا على المصلين. وطلع أرار عثماني كبير بنفيهم إلى مراش. مراش بعيد مئات الكيلومترات عن أورفا. وبدوا يروحوا لمشي بالصحراء. وهن نفيهم إلى الموت. نفيهم إلى الموت. مثل ما عملوا بالأرمن وقتبعتهم بالصحراء السورية. شو عم بيقولولون؟ روحوا موتوا. إذا ما قتلنا لكم وقطعنا لكم رأسكم وضربنا لكم. بس روحوا موتوا بالشوب والعذاب وقلة الأكل. الأب تو مصالح راح مع عدد من الرهبين. وفي الأب فاضل من بيت فاضل. من بعبدات كمان. أسمعوا هذه العذابات. بس لكن ما استشهد. يمكن ربنا كمان خليتها يكمل رسالته على الأرض. هذه الدعوات تسيمر عند ربنا ودور روح الأدس. تلقى لأبته مصالح العذاب والضرب والإهانات أثناء النفي. ومرض على الطريق. مرض بالتيفوس. وحتى وقع أكتر من مرة عن الحمار. وأوقات يمشوا. وأوقات يتوسلون. يستأجر الحمار. ويطلبوا منه أسعار باهزة. حتى يطلع على الحمار. يقدر يمشي. وقع ثلاث مرات عن الحمار. قدما الأتراك مبغضين ومجرمين. يتهموا بتقاريرهم أنه سكران. هو عم يقع من المرض. ومن التيفوس. ومن الحرارة العالية. حتى تدخلت دول تتقدر تساعد بعض الرهبان. وحتى يقدروا يفوتوه على المستشفى ما كان يقبله. كان عطول عنده عبارات حلوة. الأبت ومصالح. يدعي إلى المحبة. إلى الرحمة. وكان عطول يطلب من الرهبان اللي معه. يصلوله. ويعطول الرحمة حتى يواجه ربه بسلامه. ما يكون عنده خطايا. وصلت لأيامه الأخيرة بطمان طول. عطول بالصلاة. طلب منه يخضوه على المستشفى. ولكن وحطوله رهب كبوشي إلى جانبه. ولكن كان بأيامه الأخيرة. لقى ربه بسلامه بصلاة. أبدا ما زعج اللي حوالاه. كان التيفوس انتجر بكل جسمه. وجع حرارة تعب. ولكن بإيمانه وبصلاة. وطلب من الفئاته. وعطول يصلوله. حتى يكون نصيبه إلى جانب. يسوع المسيح ومريم العزراء. كان كبوشي جديد على طريق القداسة. بعد أبونا يعقوب الكبوشي. لبناني جديد بعد المطران مالويان. لبنانيين كبوشيين على طريق القداسة. يبقى أعلان الاحتفال. أعلان موعد الاحتفال بالتطوير. توقيع البابا فرانسيس. بعد مجمع الكراد لوافق. بعد دراسة تاريخية. ودراسة لهوتية. ليس هكذا مما بعثنا تقرير. نقبل. وإن شاء الله نرى عطول. الروح القدس عم يعفعل فعله بلبنان. تيسبت الناس بإيمانهم. يعني البطرق الدوية والبطرق الحوية. كمان على الطريق الصحية. هيدا دور الروح القدس. الأب صالح والأب ملكي. هن كمان دولة الروح القدس. بتثبيت اللبنانيين بأرضهم. لو مش عم نحكي سياسة. لأنه أهالي بعبدات. وهالأبوين أحبوا بعبدات. وأحبوا لبنان. وكان هون بعده اسم جبل لبنان. هون في تأكيد لا يبقى اللبناني بأرضه. تنقول عطول. لبنان أرض مقدسة. هن دقوا الويلات. دقوا الجوع. لك في مرة. تنذكرها هيدا. في مرة خمس رهبان مع الأبت ومصالح. جاءوا جاءوا عطشوا. حدا من الأباء معه ليمونة. تقصموها خمستهم. تقدروا يكملوا مشوارهم بالصحراء. ليمونة على خمس أشخاص. هيدا الإيمان. هيدا تطحية. هيدا السبات. دائما بالصلاة والإيمان. نقدر نوصل. إذا ربنا ما أراد تكون نصيبنا العيش الكريم على الأرض. نكون شفائق بالسماء. شكرا دكتور مراد على هالإحاطة الشاملة والجميلة جدا. بحياة بطلاء القديسة الرهبان الكابوشيين. يلي نحن فخورين بشاهدتهم. هن أكيد مصدر إلهام لألنا. تحية لهالرهبان العظيمة الرهبان الكابوشية بالعالم. وبس هن بدي أمل تحية لروح الأب سليم رضا الله. يلي غدرنا من فترة. وكان حافظ أرشيف هالرهباني. وكان طبعا موسوعة بتاريخ الكنيسة بشكل عام. ورافق الملف وجمع كل هالمخطوطات. إلى جانب أكيد كل الأباء والرهبان يلي سيحن. أنا كمانا الشرف أتعرف عليه. كمان علم من أعلم لبنان. ورفقه وقدم الدعوة. وأكيد عطل الرهباني وللبنان. كمان يعتبر مؤرخ كبير. لأنه كتب عن هالرهبان وكتب عن الرهباني. أكيد تحية لروحه ولكل الرهبان اللي قدموا للبنان الإنجازات العظيمة. شكرا لك دكتور. امرأة أتمنى لك نهار أحد حلو. نحن رح نتابع حلقتنا مع ميشيل فرنيني ومسيو جورمي خليل.